نتكلم عن حاجة أصبحت ضرورة أصبحت مسألة من واجب الوقت والتهاون فيها يكون تهاون في مسؤوليتنا ويكون تهاون في الأمانة اللي ربنا وضعها في قلوبنا وعلى عتقنا اللي هي واجب إيه؟ واجب التنشئة واجب التربية لما حد يجي يسألنا يبقى النهاردة هنتكلم عن ابتدي في خط نتكلم فيه عن التنشئة والتربية والخط ده زي ما سمنا الكلام عن الزواج أصحاب السعادة وزي ما تكلمنا عن الطلاق وقلنا في فرصة للتوافق هنا هنتكلم النهاردة يلا نبني يعني إيه يلا نبني؟ يلا نقوم ببناء الإنسان يلا نقوم ببناء زواتنا يلا كل حاجة حلوة عايزنا نخرجها منها مننا تعالوا نشتغل عليها طب ليه ده ما بيخرجش مننا؟ واحد يجي يقول طب ليه إيه اللي حصل فينا؟ إيه اللي حصل لأولادنا؟ إيه اللي حصل وخلى الوضع بتاعنا فيما يتعلق بالأخلاق والقيم في اللي احنا فيه ده؟ إيه اللي خلى أولادنا بالشكل اللي احنا مش قادرين نستحمله وخايفين عليهم بهذه الدرجة أقول لكم في سبع حاجات خلتنا نحس بأن التنشئة والتربية وأعادة التربية أصبحت ضرورة ملحة أصبحت من واجبات الوقت فاكرين طبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيحدثنا وبيعلمنا إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول وقبل قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولون عن رعياته الرجل راعٍ وهو مسؤول عن رعياته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعياته لما نجي بقى نبص على الواقع بتاعنا نلاقي فيه سبع حاجات بتاخدنا إن إحنا لازم نعيد نظرنا في مسألة التنشيئة والتربية أيوة نعيد نظرنا نحن نحتاج إلى ترميم للمجتمع وترميم المجتمع أول ما هيبدأ ترميم المجتمع يبدأ بالتنشيئة والتربية سبع حاجات سبع حاجات خلوا المسألة في وضع صعب أول حاجة زيادة المخاوف والضغوط كل ما بتزيد الحاجة بتنزل لتحت وعشان كده شفنا أولادنا إن عندهم أربع سنين وخمس سنين بيشتكوا من الضغوط الولد في كي جي وان الولد في سنة ربعة الولد في سنة ربعة محتاج يروح للدكتور نفسي لأنه مكتئب ولأنه مضغوط آه زادت المخاوف وزادت الضغوط وعنقول لكم إحنا نتكلم إزاي وإزاي عنا نتعامل ونعالج زيادة المخاوف والضغوط الحاجة التانية زيادة الشعور بالرفض والوحشة زاد عند أولادنا الشعور بالرفض وده اللي بيخلي الكلام عن التنمر أكثر خطرا طول عمرنا أنا آسف يعني طول عمرنا فيه فيه ناس كتيرة من الكبار في السن قالوا التنمر اللي انتوا بتكلموا عنه ده ما كان عندنا اسمه التريئة من زمان اللي خلاه اسمه تنمر وبقى صعب دلوقتي عشان الأولاد زاد عندهم الشعور بالرفض والوحشة فبقى التنمر أكثر أزن وأكثر تأثيرا في حياتهم الحياة التالتة زيادة فقدان الثقة الأولاد بقى ومسخين من نفسهم مش الأولاد بس ده الأولاد والصبيان والشباب الناس زاد فيهم فقدان الثقة فعشان كده إيه اللي حاصل بنتعب عشان نخلي الأولاد متمسكين وقدرين يواجهوا الضغوط وقدرين يواجهوا الرفض كمان زاد فينا تسويد الحياة وتعميم الأحداث السلبية لو واحد شاف موقف سلبي بيخاف ويبقى عنده فوبيا بشكل صعب جدا يعني لو شاف واحد بيزعف واحد أو واحد بيتعد عليه هو مش رايز يروح المكان ده تاني ليه؟ لإني بقى فيه طريقة وهو تعود مننا إحنا إحنا الكبار تعود مننا إن إحنا بنسود الحياة لو شفنا موقف الناس ما بقاش فيهم خير الناس بقوا مليانين شر الحاجة الخامسة زيادة الشعور بالخزلان والحرمان كتير من أولادنا والصبيان والبانات يحسوا بسرعة إنه هو حد حصل له خزلان منهم سبوني وماهتموش بيا ده كمان خلوني وأنا في حزة أسمتي محدش هو في جنبي أنا مفيش حد بيحبني زيادة الشعور بالخزلان وكمان الإحساس بالحرمان سادس حاجة محدش يقدر يخطئ بقى إن أولادنا عندهم فقد للهوية والانتماء ودلي على ذلك في بعض الأحيين يبقى قاعد في البيت وفي حدث كده خطر في البيت ولا كأنه هنا إيه اللي تشعر بالانتماء إيه اللي تشعر بالانتماء للبيت إيه اللي تشعر بالانتماء للمحيط اللي هو منتمي إليه للبيئة للوطن للمجتمع ما بقاش عندهم هذا الشعور بالانتماء ولا شعوره كمان بكيانه بهو مين للولد فرحان بأنه ذكر ولا البنت فرحانة بأنه أنث في مشكلة في لغبطة كده فيه لغبطة وعلى فكرة وده اللي هيخلي فيه خطر عندنا وإحنا بنتكلم على ملف زي ملف المثلية والملف فات دي كلها إيه تاني؟ آخر حاجة زاد آخر حاجة من المظاهر المهمة اللي إحنا لازم نقف عندها زاد فقدان الشغف والحلم الأولاد دلوقتي ما بقاش عندهم حلم إنهم يبقوا حاجة الولد من أمه وصغيرين أنا مش عايزة أعمل حاجة خلص ما عادش كلمني أنا مش عايزة أعمل حاجة طب وإنت حلمك إيه؟ ما مش عارف مش عايز فالسبع حاجات دولة لازم ننتبه إيه إيه هم السبع حاجات دولة؟ نكرارهم مرة تانية السبع حاجات دولة هم دولة اللي هيخلونا نبقى حريصين على إحنا من نتكلمش في ملف التنشئة ولا ملف التربية عشان ده كلام عايزين نتكلم فيه لا عشان ده فيه هم ومسئولية لازم نتشارك فيها ولذلك إحنا بعد كده هنفتح الكلام مع حضراتكم عشان ده همنا كلنا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو أطفالنا بتشتكي أولادنا بتشتكي أنا بشوف بعيني أثار سوء التنشئة في الجواز في جلسات الإرشاد الزواجي فإيه سبع حاجات اللي بتخلي الكلام عن التنشئة والتحليل والحلول أمر واجب دلوقتي زيادة المخاوف والضغوط تاني حاجة زيادة الشعور بالرفض والوحشة تالت حاجة زيادة فقدان الثقة رابع حاجة تسويد الحياة وتعميم الأحداث السلبية خامس حاجة الشعور بالخزلان والحرمان سادس حاجة فقدان الهوية والانتماء سابع حاجة فقدان الشغف والحلم وعشان كده لازم نقول دي الصفات اللي موجودة عندنا أضف إلى ده كمان عشان المسألة تبقى في غاية الخطورة ونخاف إن احنا نكون نفوق على كرسة فيه سبع صفات أصلاً في الإنسان المعاصر كمان بتزود المسألة صعوبة اللي هي زيادة الفردنية محدش بقى يعرف حد ولا حد عارف جيرانه وعايش كلنا في حالة مليئة بالفردنية والزيادة المزاجية ده في الإنسانية كلها دي بقى السموات دي زيادت في الإنسانية كلها زيادة الفردنية زيادة المزاجية زيادة التشكك زيادة المظلومية زيادة الحساسية زيادة الأحباط وزيادة العشوائية كل ده بيقول لنا بقى إيه إن الملف ملف ما هو سهل الملف ده متنوع الأبعاد ولازم نفرق ما بين إن احنا في ظاهرة دلوقتي أنا في ظاهرة دلوقتي اسمها إيه الظاهرة اللي احنا بنتعامل معاها ماذا هو زوال الأثار الإيجابية الموجودة اللي بتخلينا سهلين إن احنا نتخلق إيه الإشكال اللي عندنا الإشكال اللي عندنا بشكل واضح إشكال أخلاقي وإشكال إنساني وإشكال كمان مستقبلي التلات ملفات دولة مليئين بالمشكلات ولذلك لابد إن احنا نهتم بالتربيع بأقصى ما يكون ترجمة نانسي قنقر